حصد المهندس البحريني محمد الكوهجي الجائزة الفضية ببرنامج الأمم المتحدة الموئل بالعاصمة الكوادورية وذلك في مجال الهندسة وتصميم الفراغات حيث تمثل مشروعه في ابتكار يهدف إلى أحياء السوق القديمة بالمدينة المنورة من خلال إقامة السوق على سطح ساحات الحرم المدني واختفائها تحت الساحات أثناء الصلوات الزميل صالح يوسف موفد مركز الأخبار إلى المدينة المنورة والتفاصيل في إبداع بحريني تلألأ في سماء الفخر والإنجاز عبر القارات وحصد الجائزة الفضية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الموئل والمعني بالابتكار في تصميم الفراغات لخدمة المجتمعات المهندس البحريني وصل إلى هذا المكان وذلك بعد أن ظفر بعدة جوائز إقليمية شركة المشروع الفائز بجائزة الأمم المتحدة والمتمثل في برنامج الموئل الإقليمي لتصميم المناطق المفتوحة التي تخدم المجتمع والذي يقيم في العاصمة الإكوادورية كيتو وهذا المؤتمر في الحقيقة يقام مرة كل ربع قارن تقريبا يشارك فيه المختصين والمهتمين في مجال التنمية الحضرية والإسكان في وضع جدة العالم للـ 25 سنة القادمة ويطرح فيه أهم ما تحقق من أجندة الـ 25 سنة الماضية إحياء السوق القديمة التي عرفت بها المدينة المنورة أبرز ما دفعه لابتكار مشروع يعيد ذلك التراث وتلك الأجواء دون مزاحمة ساحات الحرم النبوي أثناء إقامة الشعائر والصلوات كان هناك تفاعل ملموس وممتاز من قبل المختصين والمهندسين من شتى أنحاء العالم مع المشروع الذي صندمته لما يحتويه على أرض يمتد لقرون وكيف تمت إعادة إحياءه بنفس القيم الاقتصادية الاجتماعية والثقافية التي حواها عبر السنين ولكن بروح حديثة تتناسب التطوير العمراني في تقنية البناء والتطور العمراني في المنطقة المركزية في المدينة المنورة مشروع ساهم في كتابة اسم مملكة البحرين على خارطة التميز حيث كانت ولا زالت تكرس جهدها وأبناءها لخدمة الآخرين لا سيما الإسلام والمسلمين وهذا ما جعله يستحق هذا التكريم التكريم في الحقيقة من قبل خارم الحرمين شريفين ملك سلمان العبد العزيز حفظه الله وأيضا فوزي في جائزة الأمير سلطان بن سلمان التراث العمراني لنفس المشروع من قبل وفوزي بجائزة الأمم المتحدة هذا يشكل لدافع كبير إلى الأمام ولأي مهندس معماري شاب بأن يطور من نفسه ويبحث في المشاريع التي من الممكن أن يخدم فيها دينه وثقافته وأرثه سوق يمكن أن يعود كمركز تجاري وثقافي واجتماعي بصورة عمرانية حديثة وبما حوى من قيم ومعاني خلال القرون الماضية وذلك عن طريق هذه المشاريع الرائدة خدمة للمجتمعات البشرية وسشعارا لقيمة هذه المقدسات الإسلامية انطلقت من البحرين تلك الرؤية الثاقبة لتهبط هنا في هذا المكان المبارك لتلفزيون البحرين صالح يوسف المدينة المنورة ترجمة نانسي قنقر